ذكرت الخارجية الروسية أن موسكو تتعهد برد مناسب على تعزيزات العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو في بولندا من جانبه أكد مدير القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية أوليجا تيابكين أن العلاقات مع بلاده وبولندا متوترة بشكل لم يسبق له مثيل مشيرا إلى احتمال تظهورها في المستقبل كما أشار تيابكين إلى أن مستوى توتر بين روسيا وبولندا لم يبلغ في تاريخ الحديث ما هو عليه الآن موضحا أن بولندا في الوقت الحاضر هي من المبادرين المتحمسين لفرض عقوبات صارمة على روسيا وقاطع ليس فقط الاتصالات السياسية ولكن أيضا العلاقات الاقتصادية وحتى الثقافية